الموضوع أساسه أنه حاجة خاصة بالمنتجات الزراعية اللي بتستدعي إرسال مفاتشين من الجانب الإسرائيلي اللي تفتيش عليها قبل ما تتباعد فنتيجة الأوضاع في مصر تم تأجيل إرسال الناس أو تعليقه لفترة تحور الكلام أنه إلغاء الاتفاقية الحقيقة الكلام ده كان لها مرضود رهيب والخطورة الحالة مش فكاة إلغاء الاتفاقية لأننا للأسف تسيس الموضوع غلط إنما الخطورة في حاجة اللي كتب كلام زي ده ألا يتوقع مثلاً إحنا عندنا جهاز مصرفي بيدور على كل سقطة ولقطة للاقتصاد والصناعة وكان ممكن يجي الصبح يقول لك خلاص الاتفاقية يتلاقيه أو فيه احتمالات إلغاء الاتفاقية إحنا هنوقف تمويل المصنع اللي بتشتغل كويس هل اللي كتب هذا الكلام كان يتخيل فيه كم مئة ألف عامل ويتشرده كم مصنع هيقفل فالحقيقة أتمنى صرف النظر عما كتب أو ما نشر بخصوص إلغاء الاتفاقية بالتأكيد فيه تحرقات رسمية تحرقات من قبل وزارة الصناعة من قبل حتى السفارة الأمريكية هنا لاستضاح الموقف مجرد الحقيقة كتابة هذا الكلام تاني يوم الصبح وزير تجارة الصناعة لوزير مونير فخلي عبد النور خد بادرة سريعة أنه كلف المسؤول عن ملف الكويس للاتصال بالسفارة الأمريكية وانتقى للوزارة فوراً المستشارين اتنين المستشارين تجارين بتوع السفارة الأمريكية وأكدوا أن هذا الكلام عاري تمام من الصحة وأن الاتفاقيات الدولية والاتفاقات بين الدول وخصوصاً الاتفاقات اللي معها أمريكا يعني مش بجرة ألم هتتلغي اتفاقية الكويس بتنقسم إلى حتتين المناطق اللي هي بتتمتع بصادرات الكويس المناطق جغرافية وذي القرار فيها للأمريكان ونسبة المكون الإسرائيلي اللي بيدخل في الاتفاقات الكويس وده مملوك للإسرائيليين إحنا كان عندنا طلبات على مدار الثلاثة أربعة سنين اللي فاتوا بحتتين توسيع نطاق الكويس والحياة الأمريكان كانوا مارنين في الحتة دي أولاً توسيع نطاق بمعنى إدخال صناعات أخرى؟ لا إدخال مناطق أخرى زي ما قلت لحياتك الكويس مفتوح لكل الصناعات إنما إدخال مناطق أخرى وتم الموافقة فعلاً على إدخال منطقتين هم باني سويف والمينيا وعلى حد علم إن دول فيهم أكثر من تسعتاشر مصنع دخلوا ضمن نطاق الكويس وفي مباحثاتنا تمنى إنها قريب برضو يخش مناطق جديد في الدلتا الجزء الثاني الخاص بالنسبة مع الإسرائيليين النسبة في بداية الاتفاقية 2005 كانت 11 و7 من 10 تم تخفضها لـ 10.5 وإحنا الحياة بنسعى إن هذه النسبة لا تتجاوز 8% هل في قواعد لمراجعة نسبة المكون الإسرائيلي في هذه التفاقية؟ يخضع للجانب الإسرائيلي لازم هو يوافق لأنه هو صاحب المصلحة الرئاسية في دي إحنا بنطلب هم كان في موافقة مبدئية الحياة من حوالي سنة وشوية إنما يعني يمكن الظروف والأوضاع وكل طرف بيحاول ياخد مميزات عشان يدي مميزات فهو كان فيه يعني نوع من الوعد أو الموافقة المبدئية على التخفيض شكرا